مرحبا عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربتكن وبخير النهاردة بقى بازن الله هنعمل مع بعض الصابون او البرسيل جيل بطريقة سهلة جدا وبسيطة لأول ما اتشوفوا قناتي ما تنسوش بقى في لايكات وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل الاشعارات وطبعا ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم الوصفة دي جماعة انا شفتها عند قناة وعجبتني جدا ولت اجربها معاكم اه طبعا هوريكم النتيجة في الاخر هتطلع معايا عاملة ازاي وهقول لكم بكل صراحة النتيجة يعني الوصفة جايبها النتيجة ولا لأ اول حاجة عندي جبت زيت الاكل اللي هو ايه مكون اللي احنا كلنا بنرميه وهنعمل به اللي يكون تكون يقاليتي به كزا مرة وتشيليه ونعمل به ايه البرسيل ده حطيت معايا على الزيت حطيت شوية من الكحول اه او السبرتو الاحمر اللي هو يعني زي الكحول برضو الاحمر او السبرتو الاحمر ده وقلبته معايا بقلبه معايا لحد ما يديني لون كويس اه تلاقي لونه بدأ يفتح معاكي يتاخدي بقى بشر الصابون وتنزلي به كده على على الكحول ده وتفضلي تقلبيه معاكي كويس جدا وتجيبي بقى اللتر ونص من الميا المغلية ونقلبهم طبعا معايا كويس جدا وعملتها بطريقتين مش بطريقة واحدة اه الطريقة التانية ما لما عملتها لقيتها مش نكحة خالص فما رضيتش ان انا اوريها لكم عملتها بالطريقة دي هقول لكم النتيجة في اخر الفيديو برضو تاخديها بقى ايه بالتقلبيها بايدك بالمضرب بمعلقة خشب بحاجة خشب ما فيش اي مشكلة وتقلبيها معاكي كويس جدا لحد ما بقلبها معايا لحد ما بلاقي الصابون نفسه وتكتلات الصابون او بشر صابون ده راحت تماما خلاص كده بمجرد ما راحت هجيب بقى معايا الخل وعليه طبعا الخل او مية وعليهم البطاس لان انا جربت برضو الطريقتين مرة عملتها بالخل ونزلت بيه على على السيبرتو وحطت عليه طبعا الزيت وقلبتهم مع بعض كويس جدا ونزلت عليهم بالبطاس البطاس وبالبطاس اللي عليه خل ما ما لقيتش بصراحة نتيجة عملته بالطريقة دي لقيته بيبدأ ايه ان هو يطلع معايا زي فوم كده اكتر ويفور معايا شوية بقيت اخده اقلبه معايا كويس جدا والمفروض ان هو كده بلاقيه مسك معايا زي ما انتم شايفين هو لسه طبعا ايه ما مسكش معايا خالص آآ فبدأت بقى ان انا احط له ان انا اقعد اقلب فيه كويس جدا يمكن لما اما يتقلب كويس يجب معايا نتيجة برضو ما لقيتش نتيجة حطيت عليه ويتخلي كويسين واقعدت اقلب فيه كويس جدا قلت يبقى لسه عشان انا ما كملتش بقى المقادير بتاعته عشان ما ظلمش حد اقعدت برضو اقلب فيه كويس جدا وهجيب بقى شفشة المايا المغلية آآ هنزل بيه تاني يمكن ايه المايا المغلية مسلا تكون هي اللي بتقل معايا الصبون ويتقل معايا بقى كده ويتديني ايه فوم كويس آآ نزلت بقى بتجيبي برسلجل او شاور او آآ صبون على حسب يعني انت ما تعمليها ايه انا اجبت برسلجل ونزلت بيه كده لان انا كنت هعمله اصلا برسلجل وعادت اقلبه معايا كويس جدا برضو ايه عشان يديني لون برضو حل بدل ما اجيب الوان تسماعية وعشان برضو يعني ايه يديني آآ القوان بقى والرغوة وكده لو انت عايزة رغوة بيقوله تحطي قبات سكر بتديكي رغوة مش محتاجة رغوة هتبدأي تعمليه بالشكل ده كده بجيب بقى شوية ملح لان قالوا الملح بيمسك ال آآ بيمسك معايا الصبون كويس فبداقت ان انا اجيب الملح وقلب معايا كده كويس جدا شايفين القوان بقى عامل ازاي اكيد انتوا طبعا اخذين بالكو آآ بجيب بقى معايا معطر بقى غسيل آآ ريحة غسيل آآ زي ما تحبي بقى ريحة عادية معطر عادي وتبدأي تنزلي بيه كده في القروانة العظيمة اللي كانت المفروض تتعمل دي وهنزل بيه بالشكل ده كده وهديله تقليبة بردو كويسة شايفين طبعا كده لو ملاحظين القوان بتاعي بقى عامل ازاي هو يعني صراحة ربنا بدأ يتقل معايا شوية بشوية فضلت طبعا اقلب فيك كويس جدا كل شوية اقلب لحد القوان ما يبدأ يمسك معايا شوية بشوية آآ نزلت بقى باخر حاجة من الميا المغلية المفروض ان هي تمسكه معايا وخلاص بقى لقيت دنيا بقت ايه مسكة معايا كويس جدا وخلاص بقى برسيل جل زي ما انتوا شايفين كده فلاقيت طبعا النتيجة لسه كل ده ما حصلت فيها ولا اي حاجة ولا اتأثرت اصلا آآ طبعا حطيت عليها كلور آآ كلور الوان وحطيت برسيل جل وحطيت ريحة غسيل آآ عشان برضو ايه تديها معايا ريحة حلوة آآ مش ريحة غسيل حطيت عليها آآ معطر عشان تديني برضو القوام اللي انا بشوفه ده لقيتها مش جايبة معايا نتيجة فقلت فيه ناس تنين معاملين وصفة تانية آآ اللي هي ايه بيحطوا عليها دقيق فحطيت عليها تقريبا كوبايتين من الدقيق ونزلت بيها كده وبدأت ان انا اقلبهم برضو ده كده الكلور الالوان قلت عشان يتقل معايا القوام شوية وفي نفس الوقت يديني النظافة اللي احنا يعني اللي احنا محتاجينها من الكلور شايفين طبعا القوام كده بقى معايا عامل ازاي سلاحة ربنا انا مش حابة ان انا اطاول عليكم الفيديو اكتر من كده النتيجة جماعة في النهاية يعني بمنتهى الامانة النتيجة في النهاية زيرو ده اخره يعني تحطيه كده ايه لان فيه بطاس وفيه شوية مساحيق والجودة تحط تستخدمي كأنه مسلا للالوان مش اكتر من كده اه لكن ده ولا ينفع يبقى برسل جل ولا ينفع يبقى اي حاجة تانية عشان حرام ما نزلمش الناس معنا وما نزلمش حد معنا ويصرف ويكلف ويجيب لي حاجات ويطلع في الاخر معايا بالقوام ده شايفين ده القوام بتاعه جماعة ده كده ما ينفعش يكون برسل جل انا شايفة من وجهة برسل جل وما ينفعش يكون صابون موعين برضو في نفس الوقت ما هو نفس الحاجات اللي انا هستخدمها للموعين هي هي اللي هستخدمها بس الفقر ان انا هحط تاني صابون عادي وهنا هحط صابون هحط برسل جل فانا لقيت بصراحة ربنا النتيجة مش مرضية خالص فقلت يا جماعة اللي عايز يستاق يعمل برسل جل او صابون يجيب بودرة صابون من عند آآ بتاع المنظفات او قسم المنظفات قاتي بودرة صابون واشتغلي بها تبديك نتيجة تمام لكن ما تسمعيش وصفة حد ولا تشوفي وصفات وحتى لو شفتي وصفات وعجبتك جربية في كمية بسيطة جدا عشان ما تلاقيش نفسك كلفت نفسك كتير على حاجة ما تستاهلش آآ قلولي بقى رأيكو في الفيديو وده كده وصفة انا كنت حابة اعملها لكو والله تطلع جميلة بس يعني ما ما فيش نصيب ان هي تطلع كويسة